انزل رب القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها بسم الله الرحمن الرحيم نستعين طلبات وطالبات الصف الثاني الإعدادي أهلا بكم والمراجعة النهائية في فرق الهندسة الترم الثاني معكم الأستاذ محمد السيد بلال معلم خبير في مادة الرياضيات لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب قناة الأستاذ التعليمية والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد لا تنسى أن تعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو على الأصدقاء والفيسبوك لا تنسى أن تفعل خاصية الجرس حتى يصلك كل جديد أكمل ما يأتي بقولي في المسلس اللي هو اسمه سين صاد عين يعني المسلس اسمه سين صاد عين إذا كان سين صاد كل تربية بيسوي سين عين تربية زي الصاد عين تربية فإن قياس زاوية إيه بتساوية سين درجة طبعا هنا الدلع سين صاد هو الدلع الكبير خلاص يعتبر بالنسبة أنه هو الوطر هو مين الوطر طب أنا عايز نحدد الزاوية المقابلة لهذا الوطر نقوله هنا إيه أنا عندي سين صاد عين سين صاد أهيت يبقى الزاوية المقابلة ليه هي زاوية إيه العين يعني بعين هي الزاوية المقابلة لسين صاد يبقى إذن في هذه الحالة بنستنتج أنه قياس زاوية العين الزاوية اللي هي اسمها زاوية العين قياسها كم درجة بيسوي تسعين إيه درجة طيب السؤال الثاني أو الجزء الثاني بيقولي ألف به جيم دال ده متوازي أضلاع هي بتنتمي لجيم دال فإذا كانت مساحة متوازي الأضلاع خمسين سنتيمتر مربع فإن مساحة المسلس ألف هيه به بتسوي كم سنتيم طب حين نفترض إحنا دلوقتي مع بعض كده نقوله إيه آدي آدي متوازي إيه نفترض إن ده هو متوازي لأضلاع إيه اللي عندنا أهو ده الشكل ده متوازي إيه أضلاع هنسميه متوازي أضلاع ألف ماشي به جيم آه جيم دال قويز وبعدين بيقولي إن هي بتنتمي لمين هي كده بتنتمي لجيم دال هي موجودة هنا طيب آآ رسمنا المسلس مين المسلس لسم ألف هي بي هنوصل كده مع بعض كده أهو إيه المطلوب بيقولي هاتلي مساحة المسلس اللي هو إيه اللي أنا بنظلي له ده اللي هو اسمه مسلس ألف إيه بيه طبعا هنا مساحة المسلس ألف إيه بيه بتسوي نص مساحة المتوازي لأضلاع نص مساحة مين متوازي إيه إيه الأضلاع عشان ليه لأنه مشتركين مع بعض في القاعدة ألف به وألف به بتوازي دال جيم عشان كده نقوله مساحة المسلس اللي هو ألف فيه بيه نص مساحة متوازي الأضلاع ألف به جيم دال طب هو في المسألة أعطيني مساحة متوازي الأضلاع بتسوي كام؟ بتسوي خمسين سنتيمتر مربع إذن في هذا الحالة بنستنتج أن مساحة المسلس ألف إيه بيه بتسوي نص في خمسين يعني ديني خمسة وعشرين سنتيمتر مربعين يعني دينا كام هنا خمسة وعشرين سنتيمتر إيه مربع طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي يا تشابه المسلسان إذا كانت نقط المتناظرة متنسبة يبا إحنا دلوقت إيه؟ تعا إمتى يكون المسلسين متشافين إذا كانت واحد الزاوية المتناظرة متصافي القياس اتنين أيوة اللي هي دي تلاتنا بقى أضلعهم المتناظرة متنسبة أضلعهما المتناظرة متنسبة يبقى هنا بنكتب يتشابه المسلسين إذا كانت أضلعهما يبقى هنا بنكتب كلمة إيه؟ أضلعهما أضلعهما خلاص المتناظرة متنسبة معين طول قطريه ستة سنتي وحد عشر سنتي تكون مساحته طبعا إحنا عارفين مساحة المعين بتسوي نص حاصل ضرب القطرين نص حاصل ضرب القطرين طبعا إنا عندي القطر الأولاني كام ستة والقطر التاني كام حداشر يبقى نقوله نص الأول في التاني نص الأول في التاني يعني نقوله تلاتة في كام يبقى تلاتة نص الأول هو تلاتة في التاني كام حداشر يبقى إذن في هذه الحالة مساحته بتسوي كام تلاتة وتلاتين سنتيمتر إيه مربع يبقى مساحة الإيه المعين في هذه الحالة تسوي تلاتة وتلاتين سنتيمتر ايه مربع. بيقولي في الشكل المقابل الف بيه جيم مسلس. كويس? الدال بتنتمي الالف بيه والهيه بتنتمي الالف جيم. اه بتنتمي المين يبعزا? الدال بتنتمي الالف بيه والهي بتنتمي الالف جيم على الترتيب. وعطيني كمان مساحة المسلس اللي هو اسمه الف بيه هي بتسوي مساحة المسلس الف جيم اه دال. اه المطلوب بيقولي ازبت ان دال هي بتوازي به جيم. ازبت ان دال هي بتوازي به. امتى? نقوله ان دال هي بتوازي به جيم. اذا كان اه مسلسين على القاعدة على احد القاعدتين. مشتركين في القاعدة احد القاعدتين. اه متسويين في القياس. في في المساحة. يبقى لو لقيت مسلسين مرسومين على قاعدة واحدة. ولتكن القاعدة مسلا دال هي. خلاص. ومتسويين في المساحة. ازن في هزل حالة نقوله ان دال هي بتوازي به ايه. ده اللي حنبتين نتعامل معها. نمسك المواطة اللي هو اعطه لي. في المواطة اللي هو اعطه لي بيقول لي مساحة المسلس الف ده هي بتساوي. يبقى من المواطيات ان مساحة المسلس الف ده هي بتساوي مساحة مسلس الف جيم ده ده مواطة من المواطيات. ايه رأيك? لو انا حزفت المسلس الف دال هي من العلاقة دي كلها. يبقى انا بنشيل نحزف المثلث اللي هو اسمه الف دال هي من المثلثين المتسويه طعب. ماشي كده. يبقى انا المثلث اللي انا بنظل له ده هنحزفه. بنحزف المثلث ده هو خلاص ده بتحزف من عندنا. طب حيتبقى انا ايه? حيتبقى انا المثلث اللي هو اسمه دال هي به. هيساوي المساعة المثلث دال هي جيم. كويس? حيتبقى انا المثلث به دال هي. هيساوي المثلث جيم دال هي في المساحة. المساحتين بتعلقهم من هو متسويات. وهما الاتنين بيشتركوا في قاعدة واحدة. اللي هي مين هنا? اللي هي دال هي. والاتنين بيشتركوا في قاعدة واحدة. اللي هي دال هي. ازا بنستنتج ايه? بنستنتج ايه? ورقصيهما على مستقيم او القطعة المستقيمة به جيم. ازا في ازا الحالة بنستنتج ايه? بنستنتج ان ان دال هي بتوازي به جيم. يبقى طرامة مساحة المثلث به دال هي. السبب مساحة المثلث جيم دال هي. وهما بيشتركوا بالقاعدة دال هي ودال هي خلاص دال هي قدامنا ورأى سيهمها على المستقيم او القطعة المستقيمة بهجيم ازا في هذه الحالة بنستنتج ان دال هي بتوازي بهجيم وهو المطلوب ايه? اثبات طيب شو مع بعض المسال اللي بعد كده بيقولي بالشكل المقابل الف بي جيم دال ده مستطيع بشكل قدامنا ده عبارة ان ايه? مستطيع. فيه الف دال كله? الف دال كله بيسوي كام? بيسوي تنشر. سين بتنتمي الالف دال بحيث ان الف سين بيسوي كام? اربعة. ي Porque الف سين انها كام? اغطى الاب اربعة كام سنتية. وهو بيقول لي ان الف دال كله كام بايه باتنشر? ازا سين اه دال بيسوي تمانية كام تمانية ايه سنتي متر. قويس واحدة واحدة كده مع بعض. طيب بعد كده عطينا ان سين اه سد بتوازي الب ايه? بتوازي به ايه? بتوازي الف به. وبه جيم. به جيم. اه هنا بيقول لي ايه? اه هنا هوت. ويقطع الف جيم في في نقطة اليه ميم. رسمها حرسمنا ميم بقى نرسم الف جيم. نوصل الف جيم. بحيقطع مين? حيقطع الف جيم في نقطة سماها ايه? سماها اه ميم. وبيقطع به جيم في نقطة سماها ايه? سماها صوت. اهد. نقطة صوت. طب وعد ايه? اه حيث ميم سين ده. ميم سين ده. عطوا لي بتلاتة سنتين. خلي بالك معي. ميم سين ده كام? تلاتة ايه? تلاتة سنتين. طب عايز مني ايه? يقول لي اثبت ان المسلس الف الف ايه? الف ميم سين. المسلس ده. والمسلس التاني اللي هو اسمه جيم ميم صاد مسلسين دولت مسلسين ملوهه متشابهين. دي اول حاجة. تاني حاجة بيقول لي هات لي اوجد محيط المسلس اللي هو اسمه صاد ميم جيم. يعني المسلس ده عايز مين المحيط بتاعه. طيب. يلا بينا واحدة واحدة كده نشوفوا المطلوب الاولان يطالب مني في ايه? تعالى نزبت انا المسلسين ده لهم دولت ملوهه متشابه. تعالى بقى نشوف مع بعض. المسلس اللي هو اسمه الف ميم سين او. الف ميم سين اللي هو ده. خلاص? والمسلس التاني اللي هو اسمه جيم ميم صاد. طيب اول حاجة فيهم ايه? ان زاوية مين? ان زاوية ميم زاوية بيساوي بعض والتقابل بالرأس يبقى زاوية الف ميم سين هتساوي زاوية صاد ميم جيم بالتقابل بايه بالرأس. يبقى اول حاجة عندنا زاوية الف ميم لا ينسى ما رقم واحد دي كده بتساوي قياس زاوية الايه الجيم ميم صاد اللي هي زاوية اتنين بتقاول بالرأس. يبقى زاوية دولت بتصوى بعض بتقاول بالرأس. ادي اول حاجة. تاني حاجة ان الف سين ميم زاوية الف آآ سين ميم بتسوي تسعين درجة. لان الشكل ده ده بيوازي ده. خلاص الف بي بيوازي سين صاد. يبقى زاوية دي كام هنا تسعين درجة. والمثل برضو الزاوية اللي هي زاوية الصاد بتسوي كام تسين درجة. يبقى زاوية الف صاد ميم. حتسوي قياس زاوية ايه? ايهه. ايه صاد ميم. كل واحدة بتسين درجة. طالما المسلسين دولت بيسعوا بعضه. كل واحدة بتساوي تسين درجة. اه مزاويتين وزاوية واحد بساي زاوية اتنين. ازا في هزي الحالة بنستنتج ان المسلس اللي هو اسمه ايه? المسلس اللي هو اسمه الف ميم سين. الف ميم سين. يشابه المسلس التاني اللي هو اسمه ايه? اللي هو اسمه اه جيم ميم صاد. يبقى هنا في ايه? في تشابه. خلاص كده? يبقى المثلسين دولت ما لهم? المثلس الف ميم الف ميم سين. الف ميم سين. يشابه المثلس جيم ميم صاد. وده المطلوب الايه الاولى. يبقى هنا في اعلامة الايه? التشابه بس. يبقى هنا علامة الايه هنا? علامة الايه التشابه. يبقى نقوله الف ميم سين. يشابه مسلس جيم مين ساعة. دلوقتي نشوف سانيا بقى بيقول لي هنا ايه? نقوله سانيا بقى بعض. هنا هنلاحظ ان ساعة جيم ساعة جيم هتساوي سين دال. خلاص. هنجيبها ازاي? نقوله ده كل اتناشر. ده كل اتناشر. اتناشر. آآ بنطلع منها كام اربعة بقى تمانية. يبقى ساعة جيم بيساوي كام تمانية ساعة. طيب. آآ المثلس اللي هو مين المثلس اللي هو اسمه الف سين مين. مسلس قائم الزاوية في ايه? في آآ السين. عندي الف سين آآ اربعة سنتي. وسين مين بيساوي تلاتة سنتي. باستخدام النظريت فيسا غرس بقى. هنستخدم النظريت فيسا غرس في المثلس اللي هو الف سين مين. الف مين تربية بيساوي الف سين تربية زائد سين مين تربية. طيب. يساوي. طيب نعود يبقى الف مين تربية بيساوي. اربعة في اربعة بستة اشر زائد تلاتة في تلاتة بتسعة يبقى ازا ستاشر زائد تسعة بيساوي خمسة وعشرين. بالف ميم تربيع بساوي خمسة وعشرين. خد الجز التربيعي ازا الالف ميم بيساوي خمسة. يبقى ازا الالف ميم هنا يطلع بكام? بخمسة ايه? بخمسة سنتيمتر. خمسة سنتيمتر. طيب. نرجع نقول له المسلسين اللي هم مين? الف سين ميم او الف ميم سين والمثلث التاني اللي هو جيم ميم صاد مسالسين متشابهين صح? ازا نكتب علاقة الايه التشابه? يعني نقوله الف ميم على جيم ميم بتسوي ميم سين على ميم صاد بتساوي الف سين على جيم صاد طب يلا نعود الف ميم بخمسة الف ميم بخمسة على جيم ميم مش معلومة. بتساوي. قلنا بكم بتلاتة? بكم هنا? بتلاتة على ميم صاد. على ميم صاد. حيساوي الف سين. الف ايه صين? اربعة? على صاد جيم بكم بتمانية. نتعامل بقى نسبتين هنا. يبقى النسبة دي معلومة. الجيم ميم مش معلومة والميم صاد مش معلومة. يلا نجيب ها بقى مع بعض كده. يبقى جيم ميم. جيم ميم بتساوي. خمسة في تمانية على مين? على خمسة في تمانية اربعين. على اربعة تديني عشرة سنتر. يبقى جيم ميم جيم آآ ميم بيساوي كم احنا قلنا? بيساوي عشرة ايه? عشرة ايه? عشرة ايه? عشرة سنتر. بنفس الطريقة برضو. نقوله ميم صد. ميم ايه? احنا قلنا ميم جيم هلي عشرة سنتر. ميم جيم هلي كم? عشرة ايه? عشرة سنتر. طيب. ميم صد هنجيب ميم صاد. ميم ايه صاد. ميم صاد بتسوي التلاتة في اه في تمانية على اربعة. تلاتة في تمانية باربعة وعشرين. اربعة وعشرين على الاربعة دين ستة. ازا ميم صاد هنا بتطلع بكام بستة سنتيمتر. يبقى ازا نستنتك هنا ان ميم صاد هي اللي بتطلع بكام بستة ايه? بتطلع بستة سنتيمتر. وايس? يبقى انا كده جيبت المحيط. المحيط بقى اللي هو بمحيط المستهلات بتساوي مجموعة طوال اضلعوا لانيقوله تمانية زائد الاي زائد ستة زائد العشرة. طيب تمانية زائد ستة اربعتاشرة اربعتاشرة زائد عشر يدينا محببا وعشرين سنتيمتر. وهنا في الشكل المقابل بيقول لي ان قياس زاوية الالف آآ به قدال بتساوي تسين درجة. الف به دال قياسة تسين درجة. وعطينا الف الف مين? الف آآ به آآ تمانية سنتي والف دال بتساوي سبعتاشر سنتي. وآآ دال جيم تسعة. وكمان عطينا ان جيم دال بتسوي كام اه اتناشر. بتسوي كام هنا بتسوي اتناشر سنتر. ايه المطلوب مني? بيقول لي اثبت ان زاوية مين? ان زاوية الايه? اه الجيم اللي هي اسمها زاوية البيه جيم دال بتسوي تسعين درجة. خلاص? امتى يحصل كلام ده? لما يكون به دال تربيع. بيسوي به جيم تربيع زائد جيم دال ايه تربيع. يلا نبدأ واحدة مع واحدة واحدة مع بعض كده اود. نتعامل مع المسألة. نبدأ بينين من المسألة اللي هو الف به جيم الف به دال. في زاوية قياسة كم درجة تسعين درجة? بل مسألة الف به دال. بما ان قياس زاوية البيه تسعين درجة. اذا حسب نظريت في سغورس بقى اه به دال به دال تربيع. بيساوي الف دال تربيع. ناقص الف الف به. طب الف دال بي كان سبعتاشر. سبعتاشر في سبعتاشر بمتين تسعة وتمانين. ناقص. الف به اللي هو مين هنا? تمانية. تمانية في تمانية باربعة وستين. نطرح النتج الديني كام? متين خمسة وعشرين. نطرح الديني متين خمسة وكام وايه? وعشرين. طب يبقى به دال هنا هو. به دال هنا هتطلع لي بكم به دال? هتطلع لنا ايه بخمستاشر. بس هو عايز هناخده ايه? ناخده دي تعريب بيه ونسمي دي علاقة ركم كام وركم واحد. طب نطل في المسألة التاني بقى. اللي هو مين المسألة التاني اللي هو المسألة اللي هو اسمه بهجيم دال. بهجيم دال. طعا مع بعضة. بهجيل دال بكام? بهجيل الاحنا اقولنا بكام? وابه دال تربيع بهجيل تربيع بكم? بامتين خمسة وعشرين. طب دراح يعتبر طب ناخد الضلقين التربيع زيت جيم الدال تربيع. بهجيل تسعة. تسعة تسعة وواحد وثمانيين. طيب زيت اتناشر. اتناشر في اتناشر بكام؟ بمية sem4. يجمع الاتنين حيدينا الناتج كام برضو مئتين خمسة وعشرين وسمي دي علاقة رقم كام رقم اتنين من علاقة واحد واثنين ايه اللي بنستنتجه بنستنتج ان به جيم تربيع به جيم به ايه به دال المفروض به دال تربيع او به جيم زائد جيم دال يساوي به دال تربيع او به دال تربيع او به دال تربيع يساوي به جيم تربيع زائد جيم دال تربيع طالما العلاقة دي متوفرة إذن بنستنتج على طول أن قياس زاوية البيه جيم دال بتسوي 90 درجة وهو المطلوب إيه إثبات